أربع سنوات مرت على انطلاق عاصفة عربية لرد الوجه العربي لليمن وبتر الأذرع الإيرانية يستذكر اليمنيون تاريخ بدء عاصفة الحزم المشكلة من تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم قوات الشرعية في معارك الاسترداد التي تخوضها مع ميليشيا الحوثي كان للعرب موقفا تاريخيا سيتذكره التاريخ اليمني ويتذكره العرب ليكتب فيما الذهب بأن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات قامت بالوقوف إلى جانب السلطة اليمنية والدولة اليمنية والشعب اليمني من فرض إرادة خارجية وهو المشروع الإيراني المتمثل بلجندة الحوثية في اليمن قوات برية وجوية من عدة دول عربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت في الخامس والعشرين من شهر آذار عام 2015 عملية عسكرية تزامنا مع انهيار مكتسبات الثورة اليمنية وسيطرة ميليشيا الحوثي على مساحات واسعة من اليمن وتهديدها المصالح العربية وخصوصا في دول الخليج تأتي الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم في ظل انتصارات كبيرة حققت على الأرض واندحار للمشروع الإنقلابي إلى مساحة تتقاوى 18% من أراضي الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ذلك حصر لذلك المشروع الإنقلابي المدعوم من إيران على الصعيد العسكري تمكنت عاصفة الحزم من السيطرة على أجواء اليمن واستعادة أكثر من 80% من الأراضي اليمنية والسيطرة على جميع الموانئ البرية والجوية وكذلك البحرية باستثناء ميناء الحديدة إضافة إلى تدمير الدفاعات الجوية التي سيطر عليها الإنقلابيون كما تمكنت الدول العربية ولأول مرة من تشكيل قوة ردع عسكرية كبيرة اعتبرت نواتا لتشكيل جبهة عربية موحدة ضد المشروع الإيراني وعلى الصعيد السياسي كانت عاصفة الحزم داعما رئيسا للحكومة الشرعية ودفعت عجلة المفاوضات السياسية إلى الأمام ونبهت المجتمع الدولي إلى أهمية التفاوض كحل سلمي لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات